اوكي قاموا دين وقت يا حبايب زر اللايك والله ما رح ياخذ منك ثاني واحدة بس ضغطة تقديرا للتعب وكملوا المقطع الخبر اولي عادة عن ماريانا غريب ورد على اكثر رسلة حالية المنتشرة واللي قاعدين تسألوه اياه بالنسبة لأول شي يا حبايب نزلت هذا الستوري اللي كانت تسألوها انه هل انت شي تتحلمين بدخولك الفريق فوفا نبولي فهي ردت على هذا الموضوع انه هي مش هتتفكر في هذا الموضوع رحطوكم الستوري شوفوه ابدا ابدا ما كنت بحلق من هذا الشي حتى كنت اقول انا بدي اعزيني في المبار مستحيل سبحان الله انا كتل شي بقول عليه لا بعمله بالنسبة الثاني شي سألوها انه شو يرى يتوب ويسام حاليا انه هو مسافر شو ردت فالش فارحطوكم الستوري بس اخدر احتي بالبيت وبعد يسألوها يا حبايب شنو صار باغنيتي اتش الميعرفي يا حبايب انه ماريانا من سنة ونصية مؤلنة انه تريدت تسوي اغنية ولكن الا الان ما نزلتها فالله اللي بدي سألوها وين الاغنية في ردت على هذا الموضوع ونسوك اتسربت كلمة من الاغنية راح تقوم الستوري يا حبايب شوفوه حبيب تسارلك سنتين بتقولي بدك بدك تنزلي اغنية ماين هان خطبت ورح اتجوز واخلم واندي بتقولي قريبا اسبت ان شاء الله تقولي بالسلامة اسبت اسبت في فترة ساحبي عليكم مشان الغنية رح لكم شو اول كلمة بس اول كلمة بس اول كلمة بي امرق بس اول كلمة سألوها انه هل انت سكرانا بسبب انه هي قاعدة تبحك بالسوري الطريقة غريبة فيردت انه لا هي امو سكرانا ولكن مجرد لا تمزح قالت انه يب هي سكرانا وطلعت الريدبول والريدبول هو مو مشروب يا حبايب سكرانا سكرانا اهاهاهاها بنتغل حاليا لابو فلية حبايب ومرضة فنزل هذا الى سوري اللي هو كان بمريض وكاتب انه ارتفعت حرارته وصابتها ضربت شمس بسبب انه هو كان ديركو وضعكم لاحظكم للسور يا حبايب وشوفوه كم أهواها أشتاقوا لطبخاتها وأحلوا لرعايتها ربني وينك يودع الصحراص بسردين الرسك طبعا الله شفي يا رب إن شاء الله ما بي إلا الخير وعافية ولتسوني يا حبايب نتدولها بالكومنتات أنه والله شفي يا رب ننتقل حاليا السفر ليوتيوبر واللي هي نورستار يا حبايب بعد مسافرة السويد نزلت هذا الهيستوري من داخل الطيارة وتكتب وين ما ندري أنه هي ستسافر ولكن ما قلت أنه وين وينتقون يا حبايب أنه هي راح تسافر ولو وصلها بالسلامة يا رب ننتقل حاليا الأميرة اللحسين يا حبايب وأصابتها بالكورونا للأسف فننتقل حاليا الشهد يا حبايب تنزل هذا الهيستوري تتعلم خلاله انه باقع 12 يوم إن شاء الله على ولادتها فالله يقومها بالسلامة يا رب إن شاء الله به للخير وطبعاً نزلت هذا اللي سوري تبارك النفس على وصولها مليون مشترك على قناتها وتنزلت بواعد رح أرجع القناتي قريباً شكراً على مليون مشترك فكتبنا بالكومنتاج جئتوا متحمسين لعودة شاهد القناتها وبسنين لها وصلاة المقطع في مقطع تجبكم لا تنسوا تفجروا في مقطع اللايكات فاجروا في مقطع اللايكات حطوا لايك وبس شكراً جزيلاً مع السلامة